الحقيقة مشكلة في النوعين اللي احنا اتكلمين عليهم دلوقتي اللي هم اينت هوفين و جولت برجال ليدز انهم كلهم في نفس البلين كلهم في الفرونتال بلين زي ما احنا قلنا ال بي سي جي او الاكتريكال اكتيفتي بتاعت القلب الحقيقة اللازم ان هي تكون اي هي اصلا طبيعتها ثري دعمانشنال فلما اجي ابوصلها من اتجاه واحد بس من اتجاه بلين اللي هو الفرونتال بلين وبس ما بقدرش نشوف كل حاجة لازم ان انا اشوف داريكشنز تاني عشان اقدر اشوف منها الاكتيفتي بشكل احسن فالحقيقة الويلسون ليدز او بسميها اليونيبولر تشست ليدز الحقيقة دي بتعمل كده بالظبط بي عندنا مجموعة من الالكتروز بتحطى على القفز الصدري وزي ما احنا شايفين كده القفز الصدري الحقيقة بتلف مع القفز الصدري بحيس ان هي تعمل سكاني للترانسورس بلين فمعنى انها بتعمل سكاني او بيبقى دول موجودين بيعملوا ترانسورس بلين هنا انا دلوقتي بقى عندي البلين ده بقى اضافة موجود وفي الوقت نفسه قدر اخد واحد منهم مع مثلا الليد تو مسلا واقدر اعمل اشوف اللي هو الساجتال بلين اللي هو البلين التالت فباسيكلي معنى ان انا يعني يعني ما ببص على المجموعة الالكتروز اللي هي في الويلسون ليد اللي هم عبارة عن ستة الكتروز بيضيفولي بلين جديد وبيضيفولي يعني اشكال مختلفة الاي سي جي تاني ما احنا شايفين كده شكل الاي سي جي فعلا مختلف فيهم كتير جدا عن الاي سي جي اللي شفناه من الاينت هوفن ومن الجولد بيرجر وبالتالي بيدينا فرصة او بيدي الطبيب فرصة علشان يقدر يشوف معلومات اضافية عن ما يدارش نشوفها من اي ليت تاني ودي الحقيقة بتستعمل دايما مع يعني في الحالات مسلا اللي هو محتاج فيها تفاصيل اكتر شوية لما يلاقي مسلا فيه حاجة شكلها ابنورمل فيه اللي هي العادية بيبتلي بعد كده يعمل باستعمال بقى ستة الكتروز اضافيين دول طبعا احنا بيبقى عندنا زي ما احنا شايفين كده احنا عندنا لو عايزين اكواير كل اللي هما الاثناشر اللي هما الاينت هوفن الجولد بيرجر الويلسون يعني اتناشر سيجنال احنا محتاجين محتاجين تلاتة الكتروز علشان اللي هو اللي هو ومحتاجين هنا بالنسبة للويلسون ليب محتاجين ستة الكتروز وبالتالي وفيه عندنا طبعا الاضافة اللي هي الجراوندينج اللي هو بيبقى في الرايت فوت ده بيبقى الكتروز يالي ثاني اضافي فبالتالي احنا براكتيكالي اقصى عدد للأسلاك او للليدز اللي احنا بنحتاجها عشان نوصلها بالبيشن بيطبقى عشرة ستة علشان الويلسون وثلاثة بنجيب منهم بوث الاينت هوفن ويالجولدبرد بالاضافة طبعا للجراوند اللي هو بيوصل بالرايت لج